مساء الخير وأهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من بردمجنا من القاهرة وبالتأكيد كالمعتاد بيكون لنا وقفات حوارية حتكون وقفتين النهاردة والحقيقة حنستثمر الوقت قدر الإمكان لنقترب من ساحتين مهمين جداً بيواجهوا كتير من التحديات وبالتأكيد فيه تطلعات كبيرة جداً منعقدة عليهم في إطار مجلس النواب اللي بيمثلهم من خلال لجنتين عليايين متعلقتين بالموضوعين الرئيسيين اللي هنتناول كتير من المحاور اللي هي علاقة بيهم تفصيلاً وتحليلاً أول ساحة مهمة جداً وطيقة الصلة بالمواطن المصري بشكل كبير جداً لأن عنوانها هو الإسكان والمرافق العامة والتعمير وليهم بالتأكيد لجنة خاصة في مجلس النواب كتير من المشكلات اللي بتواجهها متعلقة بالعشوائيات بمخالفات البناء بالمياه بالكهرباء وغيرها الحقيقة وبالتأكيد حاضرة بقوة جداً من خلال المخططات والأسس اللي بتضعها اللجنة اللي حل كثير من القضايا العالقة في هذه الساحة من ضمن ما تتدرسوا هذه اللجنة الخاصة بالإسكان والمرافق العامة والتعمير ومشروع قانون للتصالح على مخالفات البناء والتأكيد على أنه لا تصالح مع المتعدين على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية ومتصق معها بالتأكيد أن يكون فيه تغليض للعقوبات بشكل أكبر من المفاعل أو موجود في الوقت الحالي حنتكلم عن كل ما يخص عمل هذه اللجنة وكل ما يجري مناقشته داخل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب مع وكيل اللجنة سعادة النبئ بمحمد بدوي ده عن وقفتنا الحوارية الأولى وقفتنا الحوارية التانية حتكون عن تطلع كبير الحقيقة وصعب أن نحن نتكلم عن بناء الاقتصاد والقضاء على مشكلة البطالة بمنأة عنه ده المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة معناية بهذا الشأن في مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثل لها اللي حيكون ضيف معنا النهاردة في هذه الحلقة نائب محمد المرشدي هنتكلم معاه في كثير من المحاور والبنود والأفكار لعل على رأسها مبادرة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المخصصة للشباب طبيعة الجدل اللي أثرته في الفترة الأخيرة والقاليات أيضا اللي ربما سوف تتبع لعملية الإقراض الخاصة بيها وإزاي فعلا ممكن نقدر نقول نهاية هتنجح بشكل أو بأخر في احتواء مشكلة البطالة في النهاية الأدوات اللي حتكون مملوكة لدى القائمين على هذا الأمر وعلى هذه اللجنة هي المضي قدما من أجل تقديم التسيرات اللازمة لعمل المشروعات الصغيرة وتوفير المنح والتمويلات للشباب وذلك في إطار خطة عمل اللجنة من أجل تحقيق الحلم الأكبر ألا وهو القضاء على البطالة نبتدي مع حضراتكم في جولتنا مع الأخبار بعض الأخبار التي تنتوي على قدر كبير الحقيقة من الأهمية حنتشار مع حضراتكم ونتشارك معاكم في متابعاتنا ومتابعاتها من خلال هذه الفقرة أول عنوان رئيس مجلس النواب بيقول لن أسمح بهدن المؤسسة التشريعية في التفاصيل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يجدد في افتتاح الجلسة العامة ظهر اليوم بأنه لن يسمح لما وصفه بهدن المؤسسات التشريعية وده تعليقاً يعني أو فيه سياق التعليق على السياسة النقدية للدولة من قبل بعض الأطراف وبعض الجهات وأضاف أن تم رصد ثلاث مراكز بحثية برلمانية لجأ لها مجموعة من النواب لهدفين الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال ترويج انتقادات مغلوظة للسياسات العامة للدولة ونيلم مجلس النواب بشكل محدد ضمنها مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل وأشار عبدالعال إلى أن حرية التعبير مقيدة في ديمقراطيات العالم أجمع وأن الولايات المتحدة أثناء حرب الخليج لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت الرقيب العسكري من أبرز الأحداث التي تبعناها الامبارح تحديدا أو نهاردة الحقيقة كان اللقاء التاريخي بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان واللافت جدا أن هذا اللقاء التاريخي نقطة تحول بعد ربما فترة من الجمود بين المؤسستين الحيويتين استمرت على مدار حوالي خمس سنوات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان أكده على أهمية تفعيل الحوار وترح رؤى جديدة تترجم رؤية الأديان في إقرار الرحمة والمحبة وتوظيف دور القادة الدينيين في المرحلة الرهنة ووضع معالم لتفعيل دور الأزهر والفاتيكان على المستوى العالمي بالتأكيد دلالات مهمة جدا توقف عندها يعني على سبيل مثال الحصر دلالة التوقيت الحقيقة نفسها في وقت بيشهد في العالم الإسلامي تحديات متعظمة وتنامي في الإرهاب ورؤى مغلوطة تساق للإسلام فمهم جدا يكون فيه تعميق لهذه القيم وهذه الثقافات المتمثلة في نشر المحبة والسلام والإخاء والحوار مع الآخر وبالتأكيد هذا اللقاء التاريخي بيكرس لهذه المفاهيم يسعدني يكون معايا عبر الهاتف الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية دور عبدالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيكي أهلا بحضرتك أهلا بيكم المشاهدين طبعا دلالات إيجابية كثيرة بينطوي عليها هذا اللقاء التاريخي بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يعني كيف تتابع هذا الحدث المهم أنا أتابع هذا الهدث بكل أهمية لأن الحوار بين الأزهر والفاتيكان لأول مرة يشهد هذا التفعيل الإيجابي على مستوى هذه القمة الكبيرة بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بعد أن شهدت جلسات الحوار بين الجهتين فطورا عبر خمس سنوات مضت يأتي هذا اللقاء ليحييها مرة ثانية ويؤكد أن الأزهر الشريف بدأ يمارس دوره ليس على المستوى الإسلامي فقط ولكن على المستوى الإنساني الذي يتواصل مع البشرية كلها ومع العالم كله ومع أتباع الديانات السابقة لأننا جميعا إخوة نعيش على أرض الله ونتقاسم الرحمة والمحبة والمودة فيما بيننا دكتور عبدالله أهم ما نتوقف عنده في هذا اللقاء يعني إيه ربما الاسمات اللي كانت غائبة في الخمس سنوات اللي كان فيها حالة من الفطور اللي لوحظ أن هي حضرة بقوة ويجب استثمارها والبناء عليها بقوة في هذه المرحلة لقطع الطريق على أي نعرات أو أي مساعي من قبل أطراف تأبى أن يكون مثل هذا التوافق موجود على الساحة إديني هو أستطيع أن أقول أن التطرف والإرهاب كان هو السبب لأن التعدي الذي حدث على كنيفة القديسين أوغر الصدور وصور الإسلام بطريقة جعلت بعض الألسنة تنطلق بك عبارات ضب الإسلام أغضبت المسلمين وأغضبت الأظهر الشريف خاصة من البابا السابق وبالتالي بعد هذه التصريحات شهدت العلاقات بين الجانبين بعض الفطور الذي أعقب بهذه التصريحات وتوقفت الحوارات يعني توقفا مؤقتا لأن كانت بتجري ليس على المستوى المطلوب أو بالحماس المطلوب كانت مستمرة وكان ممثل الفاتيكان يحضرون إلى الأظهر الشريف مرة وكان بعض علماء الأظهر الشريف الأم أعضاء في لجنة الحوار كانوا يذهبون في النصف الثاني من العام لأن اللقاء كان مقررا له أن يحدث مرة في روما ومرة في فاتيكان ومرة في القاهرة فكان بيد اللقاء صناعيا أو إتيانا للواجب المحدد مسبقا وبالتالي صحيح كان بيبقى فيه موضوعات بتناقش وبيتخذ بشأنها قرارات وتفاعل هذه القرارات على مستوى الواقع لكن كما قلت حضرتك في أول الخبر إن اللقاء كان يعني فاترا بسبب هذه النظرة التي اعترت الإسلام بسبب الأعمال الإرهابية التي مارسها البعض وقتلوا بعض المسيحيين أو مارسوا الإرهاب من الكنيسة القديسين لكن بتأتي زيارة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر هذه المرة لتدل على أن هذا الحوار قد مشف من عقال وأن الأزهر الشريف يبدأ مرحلة جديدة وانطلاقة جديدة يستعيد فيها دوره الرياضي الإنساني قبل أن يكون أو بعد أن يكون قد استوفى دوره الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي كمرجعية إسلامية وحيدة في الشأن الإسلامي فهي الحقيقة ستعتبر زيارة فاصلة وسيعتبر هذا الموقف الذي يشهده العالم الآن أنا أوجه الأنظار وأنبه إليه وأشير له وأقول للناس هذا موقف فاصل لم يحدث على امتداد التاريخ وأعتقد أنه سيظل متفرداً في معناه وفي دلائله على امتداد التاريخ بالتأكيد هذا اللقاء يجب أن ينال حقه من المتبعة والاهتمام والإشادة كذلك لكن سؤالي القادم والأخير لفضيلتكم ماذا بعد؟ ما الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية جمعاء لاستثمار هذا الزخم أو هذا الحراك الذي أطلقت بشائره الأولى من خلال هذا اللقاء الذي طال انتظاره في السنوات الماضية على الخلفيات حضرتك تفضلت بشأنه حضرتك سألت بتقولي ماذا بعد؟ أنا بأجيب على هذا السؤال إبارة صادعة واضحة عالية بقول إن مصر باقية مصر التي تشهد الأظهر الشريف والتي يذهب سفيراً لها الآن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأظهر مصر هذه أكبر من أن يعتدى عليها أو أن يحاول أحد أن يهمش دورها مصر الأظهر الشريف هي التي تصنع السلام العالمي وهي التي توجه الأحداث العالمية والصغار الذين يظنون أنهم سينالوا من مصر واهمون هذه هي مصر هذه هي مصر بلد الأظهر الشريف البلد التي حمت الإسلام هذه يظن بعض الصغار أنه قضاع على أرض مصر وأنهم هم وحدهم القادرون على حماية الإسلام مصر الأظهر الشريف بعلمائه وبشيخه هي مصر الباقية مصر التي سطيشة من عقالها وستدوس بأقضامها هؤلاء الأقضام الذين يظنون أنهم سينالوا منها مصر لن تركع مصر بلد الأمن مصر البلد التي وصفها الله عز وجل بالأمن والأمان وأخبر أن كل من يدخلها آمن هذه البلد ستظل باقية وستظل هي الصانعة للحضارة وهي الموجهة للأحداث كما صرعة الحضارة في الماضي ستصنعها في الحرب تبقى مصر دوما باقية وشامخة بإذن الله أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بالتأكيد حدث مهم شهيداته العاصمة الإيطالية روما وبالتأكيد هذا الحدث أهميته لا تتوقف عند حدوده فقط وأقتبس كلمة ألها دكتور عبدالله النجار إن شيخ الأزهر دكتور أحمد طيب كان بحق سفيرا للمؤسسة الدينية العريقة الأزهر الشريف من خلال هذه الزيارة التي بالتأكيد ضمضت الكثير من الجراح أدخلتنا في حقبة جديدة نحن في أمثل حاجة لما تمثله من هذا التصالح وهذا السمو في الفكر والحوار مع الآخر والحوار مع الثقافات الحوار مع الأديان الحوار بكل ما تشمل هذه المسألة من منطلقات يتواصل معنا كذلك سعادة السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق تحية لك سعد سفير أهلا بحضرتك سعد سفير نعم حارك سمعني كويس؟ أه أنا سمعك طيب طبعا بالتأكيد يعني أهمية صعبة إخفالها يعني كيف تنظرون إلى أهمية هذا اللقاء التاريخي؟ طبعا تابعت هذه الزيارة وأدو أن أقول بداياتا أنني شخصيا كنت عض في لجان الحوار ما بين الأثر الشريف والفاتيكان مرات عديدة قبل أني أن قطع الحوار نعم يعني شاركت شخصيا في هذا الحوار الذي فتح إليه الأثر في فترة من الفترات كما شاركت أيضا في حوار مع الكنيسة الأنجليكان تيرتش في إنجلترا ونشر لي بحثا باللغة الإنجليزية عن حقوق الإنسان في الإسلام